لو فتحنا كتاب المغني لابن قدامى كتاب الحج المجلد الثالث الصفحة 268 نجده يقول وهو يحرر هذه المسألة مسألة أكل الجراد وأنه هل يجوز للمحرم أن يأكله ويصطاده ويأكله أم لا قال واختلفت الرواية في الجراد فعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه وهو مذهب أبي سعيد قال ابن المنذر قال ابن عباس وكعب هو من صيد البحر هنا التفتوا جيدا أنهم لما يبنون فقهم من جملة من يعتمدون على فتواه من هو كعب الأحبار وتلامذته ابن عباس أيضا كان تلميذا لكعب الأحبار إذن كعب الأحبار صاحب دور رئيسي في صنع فقه أهل الخلاف فمن أولى باليهودية منها نحن الشيعة أم أنتم البكرية هل يمكن أن تجد في فقهنا الشيعي مسألة واحدة يرجع فيها إلى قول من تسمونه عبد الله بن سبأ يمكن أن يُعثر على مسألة فقهية واحدة فيها الاعتماد على رأي ابن سبأ أو أن رأي ابن سبأ أثر في الفقه الشيعي في أي مسألة لا يوجد أما أنتم في فقهكم هناك مسائل فقهية تلقيتموها عن كعب الأحبار اليهودي فأنتم أولى باليهودية منا لما تجي وتقول تتكلم تتهم الشيعة وتقول إن الشيعة أصلكم أنتوا يهودي وواحد اسم عبد الله بن سبأ أسلم أو أظهر الإسلام وبعدين ابتدع في الدين وأقنعكم بالتشيع وماك شيء اسمه التشيع هذه بدعة نقول له أنت أخرق جاهل أنت لم تقرأ التاريخ لم تعرف هذه الشخصية أصلا شخصية هناك من ينفي وجودها أصلا وإن كان لها وجود فليست بهذه الصورة الأسطورية العظمى ومع ذلك ما من ذكر لهذه الشخصية في مصادر الشيعة إلا بالذنب ليس له أي تأثير لا على العقيدة الشيعية لا على الفقه الشيعي غير محترم عندنا هذا الشخص أما أنتم فكعب الأحبار له تأثير واضح طبقا لمصادركم على عقيدتكم على فقهكم على تعاليمكم على تفسيركم للقرآن الحكيم تبنون على كلامه وترتبون آثارا عمركم فهؤلاء فهؤلاء الذين يقولون الشيعة أصلهم يهودي هؤلاء إنما يرموننا بما فيهم والكلام ليس بالادعاءات يا أيها الأخوة إذا قضيت الدعاءات واحد يقدر يطلق الدعاءات كما يشاء الكلام المعتمد هنا ليس مجرد الدعوة المعتمد هو الدليل وإلا أي واحد يقدر يطلق دعاوي على نحو القذائف هكذا يصوبها لمن شاء كيف ولكننا نحن نتورع عن ذلك نحن لما نرمي البكرية بشيء مثلا فنقيم على ذلك الدليل هذه مصادركم هكذا تتكلم هذا كتاب المغني كتاب تدريسي لدى أهل الخلاف التفتوا المغني يعد موسوعة فقهية جامعة لدى أهل الخلاف تدرس في الأزهر وغير الأزهر لا بد أن يدرسوا هذا الكتاب هذا فقههم الذي يرجعون إليه وهذا هو حال فقههم إنهم يعتمدون على أقوال كعب الأحبار من جملة ما يعتمدون عليه من الأقوال والأراء إذا لم يكن كعب الأحبار محترما عندهم فينبغي أن يستثنى أصلاً لا ينظر إلى ما قال كما هو الحال عندنا يعني نحن في فقهنا مثلاً تجد أنه مسألة من مساء الفقهية نروح نجيب رأي كعب الأحبار فيها أبداً لأنه لا قيمة له لا قيمة له بل هو يعتبر عندنا مندس دخل في الإسلام لإفساده بالإسرائيليات واليهوديات لذلك لا نقيم له وزناً وهكذا غيره أيضاً نحن فقط نرجع إلى أئمة أهل البيت عليه السلام والعدول الثقات من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأصحابهم عليه السلام هكذا نحافظ على ديننا نقياً أما مخالفونا ليسوا على هذه الصفة لاحظوا يقول قال ابن عباس وكعب هو من صيد البحر وقال عروة عروة بن الزبير تلميذ كعب وتلميذ عائشة أيضاً قال هو نثرة حوت وروي عن أبي هريرة قال أصابنا ضرب من جراد فكان رجل منا يضرب بسوته وهو محرم فقيل إن هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال هذا من صيد البحر حسب زعمه وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الجراد من صيد البحر رواهما أبو داود إذن تلاحظون أيها الإخوة أن أقوال كعب الأحبار فتاواه آراؤه خرافاته وإسرائيلياته أثرت على عقلية عمر أثرت على من أحاط به وبعمر كأمثال أبي هريرة بن عباس وصلت إلى حد أن تنقلب تالياً أو تتحول إلى أحاديث نبوية شريفة أثرت على الفقه البكري فانبنى عليها حكم معين بعضهم أجاز للمحرم أن يصطاد الجراد ويأكله ويأكله فالمسألة خطيرة يعني تهود الدين الإسلامي على يد كعب وعمر وأمثالهما وصولاً إلى من؟ إلى محرري ومقرري الفقه عندهم كابن قدامى قضية تراكمات هذه تتراكم عبر السنين وتتوالد كذلك مثل كرة ثلج كرة ثلج تكبر معمر الوقت أما نحن فبحمد الله تعالى معصومون من ذلك كله لاتباعنا إمتنا عليهم السلام كان إمتنا الأطهار صلوات الله عليهم يسخرون من هذه الفتوى الحمقاء يسخرون من هذه الخرافة أن الجرادة من صيد البحر اقرأوا في كتاب تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة الطوسي عليه الرحمة في المجلد الخامس الصفحة 363 يقول مر أبو جعفر عليه السلام أي الإمام الباقر على الناس وهم يأكلون جرادا فقال سبحان الله وأنتم محرمون تأكلون الجراد هذا من صيد البر قالوا إنما هو من البحر هذا من صيد البحر فقال عليه السلام فارمسوه في الماء إذن إذا تقول هذا الجراد هذا الجراد من صيد البحر زين رجعوا إلى البحر خلي نشوف يعيش بالبحر لو ما يعيش شنال الخرافة أنت وين عايشين أم صدقين واحد يهودي ضحك على عمر المسطول وبنيت وخلص ومشيت وتأكلون هذا الجراد وكذا بهالطريقة أيضا هنا من هو أولى بالخرافة منا نحن أم البكرية إن البكرين بس فالحين بإطلاق الاتهامات فقط آلة دعائية مجندة لتشويه سمعة الشيعة